يا أضوة ولايات مش عندك خبر شن الموضوع أبو ميثاق زين بالبصرة قبت نار نعم شب بالحي حريجة احترقت بالبصرة وطقت بالقائمة بساعة وحدة شن المعطيات شون تقرأ هاي الرسالة حكومة السيد محمد شاع السوداني يعني تتعرض موجة عالية من التهديد من المخاطر أعتقد أنه يوم يوم أمس الظلمة هذا اللي شهدته بغداد كان عملا مدبرا بامتياز أعتقد أنه الخط الناقل اللي شهد العمليات واليوم تم نزع أكثر من 15 عبوة ناسفة من طريق اللي رابط بين حديثة بيجي وهذا الطريق اللي يربط المحطتين محطة سد حديثة في قضاء حديثة ومحطة بيجي الحرارية كان لحد اليوم أكو عبوات ناسفة مزروعة قامت القوى الأمنية بجهود جبارة حتى نتخلص منها بالإضافة إلى جهود وزارة الكهرواب عادة ربط هذه الخطوط التي اقتلعتها العبوات الناسفة التي انفجرت كذلك العمل المدبر في البصرة وفي مدينة الصدر كل هذه حاولت أن تفرض واقع يعني واضح يريد من خلال الآخر أن يرسل برسائل أنه موجود وأنه على الأرض قوي ويمكنه في أي لحظة من تعطيل خدمات أطفاء الكهرباء تعطيل كل الحياة بشكل عام حدثني عن الآخر الذي تعنيه من أقصى الجنوب إلى أقصى الغرب من هذا الآخر الذي يمتلك هذا أمام حجم الدولة التي يستطيع أن يقع الدولة بكاملها ويخلي شعب مستلق للصبح حتى هذه اللحظة منه هذا الآخر اللي أكبر من الدولة أنا ما أحبك من تحجي دبلوماسيات إحنا خيوة خلينا نطقه خلينا نطقه نطق بطق رحمة ذاكي لأب الطيب احتي لي على هذا الآخر اللي من الجنوب للغرب سوى هذه الدقية أبدا ترى والله ولا نخشى ولا نخشى أن أقول كلمة الحق ولو على حساب أرواحنا وراحتنا الضلال الثقيل لوجود القوات الأمريكية بين قاعدتين القيارة وعين الأسد أستاذ نجم شوف هذا الخط اللي واصل من حديثه إلى بيجي هاي الخاصرة الرخوة اللي بقت القوات الحليفة القوات الأمريكية تربط هذه القاعدتين وهناك يعني ذهاب ومجيء بشكل يومي وشكل مستمر هذه القاصرة الرخوة ليس لأنه يعني وجود هاي القاعدتين لكن ليه المسافة البعيدة ومنطقة نائية تستطيع بعض الجهات اللي أن تتناغم ويا هاي القوات ويا هدافه الغير الغير معلنة أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة مصلحة في وضع العصى في دواليب حكومة محمد الشع السوداني هناك هم عدوا موضع خاص ويقدرون يعني يفتعلون أزمات هنا وهناك يعني هاي الخاصرة الرخوة والجهات التي تقول بها والتي تستهدف السوداني هل هي قسم من عتب الإطار التنسيقي وعتب مشاكل مع السيد السوداني وهي اللي طلعت وهي اللي حرقت وهي اللي سويت بل كان الله يهديك السول فيه لا لا أبدا أبدا أنا أنا وجدانا وجدانا لا أجد بين مكونات الفتح أو أخذ الإطار التنسيقي مثلا من يرغب في تغليب السلاح على يعني قوة السلاح على قوة المنطق الآن لأنهم حكام بالتالي هم ممسكين بالسلطة وما يحتاجون هذه الأمور يعني يعني منطقيا لا يحتاج إلى أنه يمسك الشارع ما دام هو يمسك المطرقة ما دام هو القانون ما دام هو الدستور ما دام هو الحكم ما دام هو سلطة القهر الشرعي بيده ليش يروح يلزم الشارع اللي يلزم الشارع معروف طبعا لطار التنسيقي أكيد نعم هو المؤسس وهو الداعم وهو الذي يريد أن يبني ويمهد لفترة ثانية وثالثة لحكومة ثانية وثالثة فمن غير المنطقي تماما أن يعمل بالتخريب أو التجاسر على الدولة من يتجاسر على القوى الأمنية ويتحداها ويستعرض في شوارع بغداد يحتل بعض الأماكن مثل المطعم التركي يعني هذه الإجراءات واضحة لا يحتاج يعني إحنا مدى نفكك النظرية النسبية أمور واضحة جدا ترجمة نانسي قنقر